موسيقى اه كان قابليها لشان برضو من يعني نبقى واضحين مع الناس كان قابليها فيه لجنة لجنة دي خاصة لمناشرة الملف بتاع الجماهير والحقيقة اجاد فيها المهانس خالد مرتاجي وعمل تصور كامل حقيقة باللجنة بتاعته ويشتغل الحقيقة على الملف يمكن بعد كده بعد ازمة كان مباراة مونانا والمباراة اللي بعديها يمكن اتشكلت لجنة لادارة المباريات يمكن انا موجود فيها رئيسها ومعايا الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق ومعايا الاستاذ ابراهيم الكفراوي كعوض ومجرس دارة وبدأنا نشتغل على الملف ونرصده ونبتري نحدده تمام عشان نبتري نروح بملفات اوضح فبدأنا ان احنا نشتغل على ان احنا طبعا القرار اللي كان طالع من لجنة الاندية بالتنصيق مع الجهات الامنية انه فيه 3000 واحد مسموح لبيئة دخول من ضمنهم 1500 1500 منهم خاصين بوزارة الشباب والرياضة فيه 500 خاصين بالفريق الضيف ثم 3000 اللي هم خاصين بالاندية فيه مطشين او 3 مطشات فعلا بالفعل كان فيه مشكلة واضحة جدا ما بين النادي وما بين الجهات الامنية فيه جزئية اعتماد التذاكر النادي الاهلي حابب ان الموضوع يبقى خاص بجماهيره مع اعضاؤه ويمكن الجهات الامنية كانت شايفة ان في التوقيت ده محتاجها يبقى الكلام ده خاص بأعضاء الجماعية العمومية فقط قدرنا ان احنا نوصل الى حلول ما بيننا وما بين الجهات الامنية وبدأنا نتحرك عليها دلوقتي الحقيقة بقى مسموح للجماهير انها تحجز على السيستم ومسموح للأعضاء برضو انها تخش من خلال برضو كارنهات العضوية اللي بيتاخد منها برضو صور البطاية يعني ما يتم بنفس الطريقة وبنفس الاجراءات على فكرة احنا بقى رايحين لحاجة اهمة للفترة الجاية عشان طلبين ان الجماهيرنا تزيل وخصوصا انها عندنا مباراة افريقية فيمكن النهاردة عندنا اجتماع يمكن ده الاجتماع التالت خلال اسبوع مع مندوبين من وزارة الدفاع الحقيقة وشركة فاليكون وشركة اللي عملت البرنامج بتاعنا ان ازاي نتأكد ان الشخص اللي حجز على السيستم بتاعنا يبقى هو نفس الشخص اللي دخل النادي والفترة الجاية ازاي ان احنا نقعده في المكان اللي مسموح له انه يقعد فيه يعني بالمعنى الادق ان المفروض اسمه كمان يبقى على الكرسي اللي هيقعد فيه احنا بدأنا كان فيه حوالي الفترة اللي فاتت ديه 11 ألف واحد كانوا مسجرين اسمعهم ما كانش طلعهم كرنيات بدأنا نفعل طلوعها كرنيات قدرنا الحمد لله ان احنا طلحها المفروض ان هيتم التسليم بدءا من بكرة تباعا ننتهي من التسليم كله اعتقد كله بكتير اسبوع ان شاء الله ان احنا المولى هيتسلم من خلال فوري هيبعت رسالة نصية لكل واحد طلع له الكرني بتاعه بالكامل هنفتح كمان السيسم للتسجيل بدأنا بالفعل فتحينه خلاص دلوقتي الناس ممكن تسجل دلوقتي عشان يطلع لها كرنيات اهلاوي وكل الكلام ده عشان بياناتها تبقى موجودة عندنا هيبقى فيه اجهزة هتركب داخل البوابات الاستادات اللي احنا نلعب عليها الاجهزة دي متحركة عشان تتحرك معنا المفروض ان الاجهزة دي فيها كاميرات بتاخد بصمة الوجه اللي هي وبتتعرف على ان الشخص ده هو اللي مسموح له به الدخول ولازم جمهورنا يتبسط من ده وياسعب من ده ليه؟ لان انت تمالي انت الاسباء وتمالي انت اللي بتتحرك وتمالي انت اللي بتشتغل عليها انها كمان تساعدنا تساعدنا في طريقة الالتزام الكامل انه ممكن واحد يغلط بيحمل الجماهير وبيحمل ادارة المباريات وادارة المجلس دارة النادي الاهلي انه يبتدي عيد الملف تاني من النقطة سفر وده اللي احنا مش عايزين اشتركوا في القناة